ما العلاقة بين قطاع الرعاية الصحية وأزمة المناخ باسكال سوهيو الرئيس التنفيذي لشركة أسترزينيكا يجيب على الكثير من الأسئلة الرئيس التنفيذي لشركة أسترزينيكا باسكال سوهيو أهلا وسهلا بك معنا في برنامج كوكبنا الكثير من الوعي اليوم حول كيفية تأثير تغير المناخ على الصحة لكن بالمقابل لا نسمع الكثير من الناس يتحدثون عن مساهمة الصناعة الصحية في تغير المناخ أود أن أسمع منك اليوم من الرئيس التنفيذي لشركة أسترزينيكا جواب على هذا السؤال جداعيكا جداعيكا أسترزينيكا بكثير من الإعلارات الإعلارات المناخ الهدكة أسترزين 5% تقوية الأمم في الأنوات إسترزينيكا بصدق أموات واحدة أردانيا إليها كثير من الهارات المناخ إذا كان هذا الإرض أن يتحدث عن الأمر في أن الدينيكة أسترزين أجمع في أسخاص أجمع في البقاء لكن ما هي الإجراءات اليوم التي تتخذها شركتكم التي تتخذها أسترازينيكا لإزالة الكربون من قطاع الرعاية الصحية؟ نعرف أن هذا القطاع يولد الكثير من الكربون، وبالتالي نود أن نعرف أكثر كيف تعمل أسترازينيكا على ذلك؟ أولاً، نقوم بمعارضة كم شركة، ومعارضة كم شركة، ومعارضة كم شركة، لكن كم شركة، نقوم بإصدار أن نقوم بإصدارها من 1 أو 2، يمكن لذلك أن يتحقق، لكن قلتم لي، قبل هذا اللقاء أنكم تحتاجون طبعا لمساعدة الجميع للتعاون وهنا نسأل كيف يمكن للشركاء الآخرين في النظام البيئي للرعاية الصحية المشاركة في هذه الجهود هذا أمر مهم جدا أن كل جميع المعرفة تتقلون وهذا ما نحاول أن نحاول في نظام الريعيات المشاركة التي تجربت في المشاركة شارلز عندما كانت أزل فيه منذ عاما ونعمل بالمجاجع الدول Christians with the NHS in the UK with the WHO to see how we can collaborate to actually reduce health care emissions across the totality of the health care system. 50% of emissions come from pharmaceutical company products, 50% come from the hospitals and we have to work together to reduce this. One example of collaboration is we've just announced that together across a نتمنى لكم كل النجاح في هذه المهمة الصعبة وأيضا النجاح لكم في كل ما تقومون به هنا في كوب 28 شكرا جزيلا على المشاركة معنا الرئيس التنفيذي لشركة أسترزينيكا باسكال سوغيو